المالية الذي نحترم ونقدره من هنا متى ما تم التحرك في هذا الجانب نتشرف نحن كنقابات عمال واتحادات عمال الكويت ان يكون من اول الناس المتصدين لهذا الطرح هذا طرح مرفوض الحكومة تدفع مبالغ خيالية في عدة جهات بعضها حتى لا يكون داخل الكويت في الخارج هناك حقوق الكويت في الخارج لم يحصل عليها هناك متنفذين للدولة تطلبهم لم تستطع ان تحصل منهم الديون ولم تفرض عليهم اي ضرائب لن نقبل بفرضها على الانسان البسيط او ذو الدول المخدوط ابو سعد يمكن قضايا قاعدة نعطيك خدمة يعني في جريته الرائع يعني الضريبة ستكون شاملة لخدمة مميزة يعني احسن من الخدمات التي الان موجودة لا تثق الناس بالحكومة لا تثق بخدمات الحكومة مفرض تقدم الخدمة ثم تجعل الناس تحكم يمكن هذا يمكن أن يكون هذا من ضمن خطة التنمية كان عندهم خطة في الحكومة وكان من ضمن خطة فرض الضريبة الشاملة مثل ما قلتلك اذا تفرض الضرائب تفرض كما تفرض بالدول لا تطبقه بطريقة صحية ابدأ بكبار القوم ابدأ بمن يملك ابدأ بالشركات ابدأ بأصحاب رؤوس الأموال ولا تبدأ بالعكس نعم ماذا عن الأغذية الفاسدة اليوم جارة القبس تقول أغذية فاسدة تدخل للبلاد منذ 2001 لحوم غير مذبوح إسلاميا بعلم مدير الأغذية وطبعا ما أنهى وزير الشغر والبلدية دكتور فاضل صغر أحد مفصولي البعث العبث في صحة المستهلكين بإحادة قضية عدم إنجاز 1355 معامل مواتي خضائيا غير صالح الاستهلاك الآدمي إلى النياب العامة هل أحالها؟ تقريبا يقول أنهى طبعا في الإجراءات الأخيرة طبعا أنا بوجهة نظري أنه لا زال هناك تأخر كبير من وزير وطالب وزير يأخذ قرار سريع وحالة جميع من يثبت تورط إلى النيابة وبالنهاية النيابة تثبت تورط أو تثبت البراءة هل هناك يمكن الفصل لن يكون بالأمس كان هناك قرار غير كافي لأنه في كل تلك الحالتين إن كان مخطئ فقد لم تعقف العقابة المفروض وإن كان مظلوم فلم تمصف لذلك النيابة ستكون واضحة يعني ما زالت هناك يمكن شيء غير بيّن بالنسبة إلى قضية البدون التربية تقول الأرقام المتسلسلة البدون اعتراف رسمي بهم وهو توجه وزارة التربية ومشكلة في تسجيل بيانات أبناء غير محدد جنسية البدون في مدارسها تتعلقوا مستوى الندر رسمي الذي يستمدون منهم بيانات الطلبة ماذا عن البدون؟ هل فعلا وصلنا إلى حل نهاية يعني عندنا التربية بدأت تكون لنا لا بد نعطيهم أرقام متسلسلة أين ترى هذه القضية؟ تابعنا كلام سمو الرئيس قبل يومين في الاجتماع وكانت رسالته إيجابية واضحة ووجه أعضاء المجلس الأعلى للتخطيط واللجنة المختصة بالبدون والحكومة إلى حل المشكلة نحن الآن نثق في هذه الدعوات ونطالب بخطوات فعلية لترجمتها ولا يكون فقط هو الكلام ممن يعمل في هذه اللجانة المختصة إذا كان هناك توجه من القيادة الحكومية وكذلك من النواب ومن الشعب لحل هذه المشكلة الإنسانية التي لا زالت من النقاط المحزنة في سجيل الكويت في جميع الجهات وأيضا خلنا أخذها من ناحية الإنسانية أنها فعلا شيء يعتبر جهة سلبية أو نقاط سلبية على الكويت نحن ندعوهم إلى حلها والجميع سيكون مع الحكومة في هذا التوجه لكن نطالب جهات أن تفعل أعمالها هل هي نقدر نقول لنا من الأولويات اليوم في جارة شهات تقول أن تحديد الأولويات يهدد جلسة الثلاثين نوفمبر ويعني من القضايا الأولويات هل فعلا لا بد أن نضحها من ضمن الأولويات مثل ما قالت الشاهد نعم أنا أتوقع لأن لا زالت الكرة في تضخم ولا زالت الناس تغلي ولا زالوا يعيشون في حرمان ولا زالوا يحرموا من أبسط الحقوق التي أنا وأنت وكل واحد متابع يعرفها فلذلك نعم أتوقع مثل ما قالت الشاهد يجب أن تكون الأولويات وأن تحل اليوم نشوف جارة القبس ذكرت قضية مهمة وهي قضية الإسكان تقول التوزيع يفوق الطلب في الإسكان الأول مرة في الكويت الأول مرة أن يزيد عدد الوحدات السكنية الموزع على أصحاب الطلبات الجديدة وذلك بفضل طفرة المشاريع التي أنجزتها الموزعات السكنية أبو سعد كيف ترى مسألة توزيع مدينة الصباح الأحمد على ورق هل فعلا قاعد تقلل الضغط الموريد في الشارع أم ما زالت على ورق والله أنا أمس مكن وقبل أمس كنت مرأ أنا ما شفتها إلى أربع وخمس بيوت فقط نماذج أنا حتى لما كنت أسمع وكنت أتكلم يعني تفاعلت خير وارتحت لكن هل فعليا وصلنا لهذه المرحلة أتوقع أخوك وخوي ويدعمك ويدعمي لا زالوا يلا أن ينتظروا وأنا وأنت نازلنا ننتظر فأنا أتوقع أنا فعلا نازلت ورق نأمل ونثق في القائمين عليهم ونم الشيخ أحمد لكن نطالب ترجمة الأمور تكون على شيء من المسيح ماذا عن الجانب الصحي اليوم نشوف بعض الأخبار ما زال هناك نظرة غامضة على العلاج بالخارج يمكن أحاله للتحقيق ما زالت اللجنة الصحية في البرلمانية تأخذ بعيد الاعتبار لكن هل فعلا أصبح العلاج بالخارج بالذات هو عبارة عن مشكلة لا بد أو ككرة الثلثة تفاقم والمواطنين قاعد يموتون في هذا الجانب طبعا علاج بالخارج هو يعني باب من الأمور الإيجابية التي فتحتها الحكومة لمعالجة المحتاجين والمرضى من الشعب المجتمع على كالأسف جانب كبير ممن يخرج أو جانب كبير ممن يستغل من هذه المقاعد التي تخرج للسفر الخارج أو المرضى اللي يخرجون يخرجون بناء على صفقات سياسية وعلى ترضيات وعلى تسويات وهذا الذي جعل هناك فساد وجعل الجميع يشعر بالغبل لأن الكثير من الناس بدأوا يمرضون ويموتون للأسف والتراجع حالتهم داخل الكويت ومنعهم الخروج بحجة أنه والله أنت علاجك في الكويت وغيرهم يخرج لأمور السياحة ومعالجة الأصابع ومعالجة الشعر ما رأيك في من يقول العلاج في الخارج لا بد أن يوحد بدل ما يكون هناك الداخلية والدفاع ووزارة الصحة لماذا لا يكون هناك وحدة كاملة اسمها العلاج في الخارج لكل مواطنين الكويت صحيح ندعمها لكن هل ستتم كما تتم مثلا من الأمور المعجبتني في الحرس الوطني مثلا الأمور تتم بناء على أسس ليس كحرس الوطني قراءة لكن قراءة على أسس ومسواة وعدالة لماذا الآن إذا أي شخص قريب من أي مسؤول يحتاج العلاج في الخارج يجب أن يحضر واسطة أول شيء تقول لها عندك العلاج في الخارج يجب لك واسطة هذا شيء خطير هل تعتقد أن مسألة وصلنا إلى قضية من الجواز البسبور يخرج بواسطة تفتر السيارة نعم هل تعتقد أن هذا يمكن حتى يكون في مخيلة المواطنين نحن اليوم حتى بالتطبيق عندنا إذا الواحد يبي بس شهادة أو كش دراجة لا يجب أن يكلم واسطة الموضوع ما يأخذ يمكن نصف ساعة لكن خلاص صارت الناس في دمها الموضوع بسعد هل تعتقد أو تتصور معنا لماذا لنذهب يعني التأمينات كنموذج نعم وكذلك مسألة جامعة الكويت قبولك نسبتك تدخل وفق النسبة وانتهى شرطه واحد والنسبة عندما تقبل النسبة إذن جميع الشروط تأخذ وكذلك التأمينات التأمينات لا يوجد فيها واسطة يدخل للشخص ويأخذ أوراقه أين نموذج؟ هذا النموذجين لماذا لم يطبق بهذا الشكل بهذا الحذافير؟ ما هو المعنى؟ أنا أتوقع أن القائمين يعني مثلا في التأمينات أو في الجامعة إن كانت تأمينات الآن أو الجامعة الله يذكر الخير أستاذ الدكتور عبدالله الفهيد أنا أتوقع أنها ترجع إلى القائمين على هذه المؤسسات صراحة هي ليست ملكية خاصة لكن القائمة المؤسسة هو من يدفع لإصلاح مؤسسته أو الإفسادها الآن أنت قلت التأمينات والجامعة أنا أعطيك نماذج سيئة وكنت تعرف وعرفها روح اليوم راجع بأي مرور مثلا مرور العاصمة وشوف الزحمة وشوف روحة مثلا التعليم العالي شوف شلون تجاوزك الواسطات والتجاوزات والفساد والزحمة والإساءة يعني شيء ضايق فعلا فأنت أعطيك نموذجين أنا أتوقع أن القائمين على هذه المؤسسات نزلت الحكومة عاجزة على تطبيق القانون بصراحة على الفساد الإداري بل فيها اتهامات أنه في أطرف حكومية ترعى هذا الفساد لإكتساب واستقطاب بعض النواب وبعض الجهات السياسية هنا كمان يقول أن ستكون هناك مصطرة لحساب المسؤولين لكن متى تكون هذه المصطرة موجودة سمعنا منها الكثير وميرار وتكرارا شوفنا منها مع الشيطات لكن ماذا يمنع محاسبة المسؤولين في هذا القضية لماذا لا يكون هناك حساب عسير للمسؤولين حتى في أمام الواسطة هذه أنا أتوقع لازلنا نشكو من الضعف وعدم تجانس الحكومة الموضوع كله في يد الحكومة الحكومة كانت تحجج في المجلس الآن عطلت في مجلس الحكومة عطل المجلس مقارثة التشر لم نرى أي إنجاز كثير من القضايا قائمة على الحكومة لم تصل الحكومة إنجازها نتوقع عن مشكلها في الحكومة وقدرتها على ضبط الأمور ذكرتني على الحكومة اليوم في الوطن تقول الحكومة الحصول على أغلبية نيابية لمصلحتنا سهل جدا لا نكابر ولا نعاند ونسعى للتعاون المثمر الحكومة تملك الأغلبية لماذا الحكومة لا تحرك هذه الأغلبية لخمسة ثلاثين نائب الذي دائما نسمع عنهم لماذا لا تحركها في مصلحة المواطن ومن ثم تكون لأهداف واضحة في هذا الجانب نحن نقول الآن من فمك أو دينك لديك الأغلبية وليديك الميزانيات ولديك الجهاز التنفيذي ولديك يعني جميع المقويمات جاهزك تعمل لماذا لا تعمل؟ هذا السؤال المزعج الجميع ليش ما تشتغل يا حكومة أنت عندك كل مقويمات حتى المجلس الآن ما قدر يعطل شغلك اشتغل أثبت للناس ليش تخلي الناس أنتوا دائما تقول نواب تأزيم ونواب معارضة أنتوا اللي قاعد تخلقون هالوضع والجو أنا اليوم كمواطن لما أشوف الحكومة عاجزة وضعيفة راح أضطر أتوجه لأي شخص ممكن انتزع حقي منها انتزع ماذا عن خزينة الدولة؟ اليوم لش قال تحرم خزينة الدولة من 8.663 مليون دينار يعني كيف ترى هذه القضية؟ نحن الله شي مزعج أنت الآن تقولي 8 ملايين أنا أقول لك الآن الشي بشي بذكر قبل تقريبا أربع أيام وخلنا نعلنها عن طريق الشاهد أوقفنا في نقابة تطبيقي مناقصة بقيمة 4 ملايين 800 ألف الحمد لله أوقفنا مناقصة ثانية بقيمة 15 مليون هذا في التطبيقي يعني أددها كل 16 مليون لا لا وجاعيك في الكلام وفي مناقصة ثانية ب3 ملايين 200 ألف ومن هنا أنا أشكر كل شريف بدون أن أذكر اسمها معرفة اسمها من ساعدنا وإيدنا الآن أنا أقول لك مناقصة 26 مليون ووقفناها بعد قتال في مناقصة ب3 ملايين 200 ألف متورط فيها قيادية بالهيئة وصلنا لموضوع الوزير التربية في كتاب عند الوزيرة الآن وين ليش لما يصل موضوع الدفاع عن المال العام لازم أضطر أنا وأنت وكل شريف يصعد ويهاجم وتكلم يا حكومة تحركي هدروا المال العام وين كنتم ب5 مليون وين كنتم ب15 مليون وين كنتم الآن من 3 مليون لازالت المسؤولة تكابر وتقول أنا راح أمشيها وإحنا هنا نقولها بإذن الله ما تمشي مدام الله موجود وكل شرفاء موجودين فثم ملايين يعني أتوقع الأسف أنه في الوضع الحالي صار رقم يعني متوقع أبو سعد ممكن وصلنا وإياك إلى نهاية الحلقة نشكر المهندس فنيس العجمي أمين سير نقابة التطبيقي بارك الله فيكم ولكم كل شكر وسعيدين بالتواصل دائما أعزائي المشاهدين وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة إميل برنامج وجود للتواصل معنا حتى نلقاكم في حلقة مقبلة نستدعوكم الله ومع السلام اشتركوا في القناة